بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بصم الله الرحمن الرحيم معلى الله الرحيم بسرطة إذا ما قد لتك tau ت Hansa يا سيد الإマ هم تدفع القيامت أو gå 33 foisぞو سبحانه وتعالى سبحانه أتعالى 33 fois ي Croatia سبحانه وتعالى خمس باليون المصفل تشرب كل الصلاة كل Johns الن single سنة عنه بالسلامke الله سبحانه أعلى نهاية زلت erschكي مع الله سبحانه وأعلى الحمد لله من نهاية العوان يقولون بنظام لنافسنا النهاية 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 والبناء الشكر كثير ماهي في عربية قررة وَضُهُوٌّ أثَرِ نِعْمَةِ اللّهِ عَلَى الْنِسَاجَ عَلَى الْنِسَانِ عَبْدِهِ كولا أو عملا لتعبت لتعبت هناك دائماً بشكل مختلف الحمد والشكر هذه دائماً بشكل مختلف ولكن العلماء قالوا انتظروا بشكل مختلف الشكر يقوم بالجوارع تلك الناس الشكر يمكن أن تعبت لتعبت لك التعبت لك التعبت لك الهدف الامدل الله وعندما، الأمر وعندما استغفر الله يسمى استغفر الله كانت مختلفة تقبت يجب أن نغزر لكن استغفر الله يجب ان تخبت لك لأن الله سبحانه يعطي على دائماً ترى مرحبت ان اتعلم Vote ايرانا اذا ترى مرحبت ان تشعبك الناما خلال الله سبحانه تعالى اذا عkritكم تفعلهено قولون ما جميعا والله سبحانه تعالى والله سبحانه تعالى أيضًا لو مرحبت دوما من البلاء الكثيرا من الفلاح نحب فكพراء فتقرون دوماował يمكنك أن تدعي مع الناعة لأنها تدعي من المشكر تدعي مع الناعة لأن تنحب محرع إلى الله عندما تدعي أن الله في ذلك المشكر فتي لقد عزيزة الناعة ولكن إذا كنت تعطي che أسدقك لن أعلمهم لن أعظهم على الحقيق ولكنك لقد عزيزت الأناعةargentية المصطفى السلام، السلام أنظر سمعت نمز دمضاً. لان تشاهد نمز أوان فتح بل كم تشاهد يجب أن تحضر الأيس؟ جدت جدت لسهارة. تتمنى فقط داخل رأيس في تدفع نمزي إلى نجل وعندما لا ترى لا نمزي دمضاً. خلال نمز أوانوان، كيف بدأت تشاهد ان تشاهد مرحي؟ كيف بدأت تشاهد مرحب بك؟ وكيف تشاهدت في المدين وحل كل مهرب أيضاً؟ كيف تشعر أن أيها الفاترين دواها؟ هل بالتعجير؟ الله و سبحانه وتعالى يملكون هناك بعض الناس التي لا يمكنهم إستخدامهم في حياتهم أحد يتدعون طويلهم واحد يشترون وكان محاولة وليست لديه يملكون حالة فقط كان محاولا وكاني تشعرون وكانت تشعرون الله وشعرون الله وشعرونه كثيرا إن شاك يعتقد أن أكمل الله أقوال لك على ماذا أتمنحها ؟ أعرفاً عند耀ك فلا يجب أن يكون بحيث قليلاً لا يمكنني أن ترى أ Jingا الله أتعيى التي يعتق فيها أنني أرسأ مكاني مكاني مكان في جنة أنني أستخدمها لعيد الله سبحانه وتعالى إنه اقول أن الله سبحانه وتعالى بمعوتنا بحثينا حيوانا جوالاا يتمه ومع فإن هذه الأمر لأني لا تتتتتتتتتتها اذا فإن أتتتتتتتوا بأنه تتتتتتتوا من سبيل لطفاقه اي فحوا جروح من الله الله، ونستجسين للنعج من الله وقال 27 في نحن تهاله بلسس تهاله بلسس تهاله بلسس تهاله بلسس تنظروا ما باسترم نظروا قال يظهر اشيخ احسنت لذي براس سؤال في هذه الهاتف تنظرم وقت مممممممم وليس تبقى للمنزل لم يحصل لم تحضر العميين لان ملتين باستهلا من الارض هذه العميين لا يستطيع العمل ان تحضرها لذين للمنزل ان تحضر للمنزل نهذا الهاتف ان تحضر قفت 7000 اهل ان تحضرها انทำ لي كيف يحضرها 50k وفهم ان تحضرها البيان ان يحضرgin الوبلغة الوصول فهلا قُلعها قلعها ان تحضر الهون أنت يذهب في المنزل وكذلك، ما يجب أن تقول لك؟ الحمد لله الذي أعلم عنه يفعلها كان يجب أن يعتمد بالله عليه الصلاة والله لأن الشيخ يأخذ منه الكثير من فشهر محجل، أنت تذهب إلى المنزل، يمكنك تتزول على المنزل وقى أحده الأهم في كلهم تتاكز بأسان الله وحمد الله الله لن تذهب إلى الله لن تتعلم عن الله لماذا الله تحضر لك من المعرفة التي تحضر لك لذلك فهذا إذا كنت تريد أن تتعلم الله تتعلم من الله عن نفسنا نظر إلى شخص ستعلم الله إذا كنت لك أن نحظر لك أن نحظر إلى شخص ستعلم شخص سيكصب حمدو دلله اتباع من خير يقول أن نحظر إلى شخص كانت تقيمة ويقول شكرا هذا الكريم يبدو أن تتلقى مرة أخرى إذا كنت تعتقد أن تتلقى مرة أخرى تتلقى مرة أخرى يمكن أن تتلقى مرة أخرى لذا فقط يقول صاحبت لهم يكون هناك لديك في مراتي بذلك تتلقى لأن الله تتلقى تلاقي كل جهاز ، أخرى لذلك يكون في صحيح ويأتون إلى أحد أحد يمتعوا الموضع لإجتماعي المعراض والله هم هناك المجتمع التي لا يمكنهم أن تجد رزق في المعراض تضحون من كما تضحون للغاية يمتعوا لإجتماعي المعراض ويأت هذه المساعدة قال الحمد لله ، الله سبحانه وتعالى لقد ودعوا ما هذا وقال أنتي تحضين القطارة قالت الحمد لله شخصاً خصوصاً لديك من أحد أشخاص ليس بخطار قطار وأستطيع أن يجد من خطار الان على كل هذا الناس وقال أنه شخص يقوم بالعبار علاق المشكلة عن ميزان وقال انتهى الحمد لله شخصاً على سبيل وخصوصاً هنا وقال أنت يجب أن أحد أحد يجب أن المضقة على الصغر على الأرض والحق إلى محدود في القومة يقول الحمد لله في الهرب الأرض في كل الهادًا ولك يقول الحمد لله والحق إلى المضقة عندما أصدقه الحمد لله والحق إلى مكان لابدني وكان ملاي ولكن أصدقه سأرى أنه كان يجب لذلك شديدة للمتعرم جهونا لذلك لذلك الديفة الله سبحانه وتعالى. Therefore the Prophet ﷺ's teaching is if you look at someone lower than you, you will thank Allah. If you think that you've got a little one-bedroom you're suffering, look at somebody who's sleeping on the street. If you think that you've got a little bit of risk, look at somebody who's digging their food from there, the beans. You will thank Allah سبحانه وتعالى. But in akhirah, do not look at somebody lower than you, look at somebody higher than you. You will walk up. If you are in Ramadan for example, recite in the Qur'an, Alhamdulillah, but look at Imam Shafiqin. The whole of Ramadan used to complete the Qur'an 60 times. Every single day used to complete the Qur'an twice. So in akhirah, don't look at somebody who said, Alhamdulillah, at least I am praying. When that shaykh has met, this Ya'yan met, he said, where are you going? He said, we are suffering to find a job in our town. We are going in a different town. He said, why? probably you could find the job in here. He said, first and foremost, what is your relationship with Allah? That if you raise, because Allah سبحانه وتعالى, He said, وَمَنْ يَبْتَطِ اللَّهَ يُجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَنْسُقْهُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِقْ Therefore, one of them he said, Shaykh, let me tell you the truth. Me, I don't pray. All together. I don't pray. Therefore, there's no good relationship between me and Allah. He said, that is one of the reasons that we're struggling. The next one he said, Shaykh, Alhamdulillah, I am better than him. Every Friday, I pray. But all of the salat, I don't. The other one, he said, Shaykh, Alhamdulillah, and me, every day, I pray twice. I pray in the mornings. And when I get time in the evenings, I pray. Therefore, brothers, when you have bad relationship with Allah, do not be surprised when things are difficult. because Allah subhanahu wa ta'ala, has ordered us to tell Allah subhanahu wa ta'ala. They have pointed with us. We need to be grateful for our ears. Grateful for our eyes. Grateful for our tongues. Grateful for our limbs. Grateful for all our hoodie. Grateful for every single day that you wake up. What is the fact? Sunnah. That you should do when you wake up. الحمد لله الذي احياني بعد ما أماتني وإليه مشور. Thank Allah, who has given you life. Wallahi, at night, they say, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, the souls of the human beings are taken to Allah subhanahu wa ta'ala. Some are returned, and some are retained. Some are given back. And as Allah subhanahu wa ta'ala said, this is the last time, don't give it back. خلاص. Therefore, when Allah has given you one extra day, it is big na'ama of Allah subhanahu wa ta'ala. The way of thanking Allah, the shukru we said, it is different from Alhamdulillah. Alhamdulillah is praising Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah is praising Allah subhanahu wa ta'ala. Alshukru is using the same na'ama in a way that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. These ears, if you are using it to listen to work, please Allah subhanahu wa ta'ala, you will tell that ta'ama. if you use it to listen to things that are bad, you will not thank the na'ama. The wealth, if Allah has given you wealth and money, if you used it in a way that pleases Allah subhanahu wa ta'ala, you truly thank Allah through your actions. Your legs, Allah has blessed you with your legs. If you go to places that Allah subhanahu wa ta'ala is happy with, you have thanked the na'ama of Allah. If you misuse it completely, the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala bless you with. And you are using it if you use it to watch lectures, all these beautiful things. It is thanking na'ama of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you are using it to watch these bad movies, these things and that thing, you are not thanking Allah subhanahu wa ta'ala for that na'ama. therefore Allah subhanahu wa ta'ala can remove that na'ama at all times, any time. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه He said, إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَكَ فَإِنَّ الظُّمُوبَ تُسِيلُ النِّعَةِ He said, if you are in a na'ama, take care of it. Sins can destroy and take away na'ama of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, it is very important for the brothers, to be grateful for the na'amas of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the blessing if you thank Allah subhanahu wa ta'ala? What do you get if you thank Allah subhanahu wa ta'ala? Thanking Allah subhanahu wa ta'ala, A, be grateful, it is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. من أسماء الله تعالى و الشاكر الله subhanahu wa ta'ala أو الشكور الله subhanahu wa ta'ala سِنَّ الصَّاطَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعْئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اُعْتَمَرَ فَلَا تُنَاحَ عَلَيْهَ الطَّوْفُ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Allah subhanahu wa ta'ala is ever grateful. Therefore, it is one of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala to be grateful. Secondly, why should we be grateful, my brothers, of the ni'mas of Allah subhanahu wa ta'ala? من صفة الأمرياء It is one of the characters of the Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala said to Sayyidna al-Muhu, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِهِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَعُورًا He used to be a servant who is grateful. Therefore, if you are grateful, this is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, sifat of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala also has praised him of his gratefulness. Allah subhanahu wa ta'ala said إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ بِاللَّهِ الحَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ بِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ He was ever grateful of the ni'mas of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, amongst the blessings, you are using this sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, sifat of the Prophet sallallahu wa ta'ala. And the best one who was ever grateful is Sayyidna Muhammad sallallahu wa ta'ala. Sayyidna Aisha, you would see the Prophet sallallahu wa ta'ala through the night waking up and standing to pray to Allah subhanahu wa ta'ala tahajjud long times until the legs were swollen. Sayyidna Muhammad sallallahu wa ta'ala. Allah has forgiven. He has seen that I'm all ready and whatever was to come is already forgiven. إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحَنُ مِنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَ تَقَدَّلُ مِنْ تَلْبِكَ وَمَ تَعْقَوْ And then he said, why do you do this to yourself? He said, أَفَلَا أَبُونُ عَبْدًا شَكُورًا Should I not be a sahabah who is ever grateful? So Sayyidna Muhammad sallallahu wa ta'ala was ever grateful. So if Allah has blessed you with na'matul islam, with all these na'mas which are surrounding you, you should be grateful to the na'mas of Allah sallallahu wa ta'ala. And also to be grateful, my dear brothers, it is an order of Allah sallallahu wa ta'ala. Allah has ordered us to be grateful. He said, فَدْلُونِي أَذْكُورُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِي Be grateful of my na'mas. Allah sallallahu wa ta'ala. But the brothers, Allah sallallahu wa ta'ala himself is said, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِهِ الشَّكُورٌ Very little of my sahabats who are grateful. How many times sometimes you go to the toilet and come out not even think that anything has happened to you. Nothing good has happened to you. You've gone inside, the urinary came out without even taking a hospital. Therefore that sheikh, at his seventies, suddenly he went to the toilet to urinate, the urine would not come out. And they called the doctor, he's got a friend doctor who came to him and he said, it will cost you seventy thousand of the money, which is about seven hundred in here. The sheikh started crying. I'm crying. He said, don't worry sheikh, I'll make it three fifty. Thirty five thousand. The sheikh continued crying. He said, sheikh, you pay whatever you want. The sheikh still continued crying. Sheikh, sheikh, I am your friend, I'll do it for free. The sheikh was crying. He said, oh Allah, I am crying for seventy thousand, I can give one hundred and forty thousand. But, I am crying for seventy years that I've used this na'na of Allah subhanahu wa ta'ala and I've not thanked Allah now. I did not know that one time that you go to the toilet to urinate will cost you that much. How many thousands of times that have gone to the toilet? How many thousands of times he said, oh Allah, I have not thanked Allah subhanahu wa ta'ala now. That is my only regret that I am crying. It is not that I am crying because of little money. Wallahi and the brothers, I met one brother in Africa. He said, every single week, it cost me fifteen thousand, around hundred and fifty pounds, fifteen thousand to have dialysis. And I must get it twice a week. And he said, Wallahi, I cannot even work to get two thousand or three thousand. My whole week, he said, I am going to this train, that train and everything to get the money thirty thousand for that week to be able to urinate only. I am not thinking about my family. I am not thinking about my food. How will I get that urine out of my body? That is my first priority of everything else. He said, once I get that, then I am thinking about food. Then I am thinking about others. Alhamdulillah. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the kidneys, Allahu Akbar. The beautiful machine that they have in hospital, they are so big with their mothers. So big. Look at how little the kidneys is. And how weak it does. It takes them four hours to do it. Four hours to do it. And even the, all the way they say, when they put all those chemical, even fasting becomes difficult. You cannot fast. They are putting glucose. They are taking this. They are putting that and everything else. Even fasting. But you have the kidneys doing those diabetes and all kinds. You can fast. You can do whatever you want. Big na'ma. For Allah subhanahu wa ta'ala, we have to remind ourselves of these na'mas of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the order of Allah to thank Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Uqman, is He's the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And also Allah subhanahu wa ta'ala. All the believers, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered them to be grateful for the na'mas of Allah. الله سبحانه تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهِ امع المحبوب التي لديك ومع المحبوب التي لديك واشكروا اللَّهَ إِن كُنتُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ومن أسفات المؤمنين من المحبوبين من المؤمنين الله سبحانه تعالى ستعجباً في أمر المؤمن إن أمره كله خير فهو يمكن أن تتفقد من المؤمنين ما يحدث له بسرعة وليس ذاك لأحد إلا النار ولا أحد خير لهم من المؤمنين إِن أصابت لسرعة وإن الله سبحانه تعالى ما يشكره مع أي محبوب مع أي محبوب شكره ستكون تكفر الله سبحانه تعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شك الله فكان خيرا له وإن أصابك الله الله إذا الله سبحانه وتعالى موضوعات المشكلة 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 صبر هذا سيكون جيدا لك للك هناك درسل ثلوصة تشكرا من اللعبة الله سبحانه وتعالى إذا الله تعالى وحياك الله تعالى سبحانه وتعالى خيرا لم اعرفacia محيطة Que ترحب compared to another one it was so beautiful and the woman was so ugly and suddenly the man who was standing in front of the mirror did not know the white was behind him said the man said swimming with all my face like this people will disrespect me when they look تبايد لتبايد الشمسيات ويأتي باستهلت لها حمد الالله تبايد لها تبايد باستهلت لها وقعه تبايده سيببه والسلام 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 ولكن كنت تبايد اثنين سوف يذهب إلى جنة سوف يذهب إلى جنة عبر شكر سوف يذهب إلى جنة عبر صبر كلنا سوف يذهب إلى جنة لذلك يوجد كثيرا هناك دفعات لتذهب إلى جنة ويوجد أيضا يوجد أحد المساعدات لكي أعطيك أكثر عندما تكون مزيدة تأكد الله الله سبحانه وتعالى تأكدني وأنا أعطيك تتحدث مع قصة يقول أنه يوم موسى كان قلوب الله كان يتحدث مع الله الى الله وعلى الله وعلى يوم وعلى الله منهم يستطيع أن يكون كثيرا يقول إن أخبر الله أنك لقد اعطيك كثيرا لا أعطيك أكثر من أفضل لأيكي والأجابات والأجابات لذلك ينسي على أكثر وفي الأخرى قال نبي الله عموسى أتأكد الله ما لم يفعله ماذا تشترك قصير من هناك؟ يسألهم ماذا لك؟ عند الله يقول الله تعالى الله تعالى إلى الأولى امتique والأولى أن تحبني كثيرا أن تنبثني أعرفني وأنا سيئا كله أعرفني فإن يتعلم الأولى بأنني أعرفني جميع ينجب المتحدة معه وعرف기가 أولئك عندما تحب بأولئك احبه واسدعينوا بالصبري والصلاة رانتو الله سبحانه تعالى اللح سبحانه تعالى سوف يحاولون كل المشاريع سوف يحاولون كل المشاريع لذا قال له أخبر لكل المشاريع أن اكون هو بذكري وأنا سأعيده عندما رأى نبي الله مساء قال من المساء قال له أنه يجب أن تتوقع على المشاريع لا تشكورني عن الله والله سبحانه تعالى سوف توقع و توقعه قال لكeng cómo نعhi ذلك لأن الله تباوها منك وأن يباوها من عميزينا كيف يمكنني أن أستطيع أن أصدقائي أن شخص ما أفعل هذا لك يقول لذلك الله قال إذا قد تباوها فإنتهي تباوها يقول لأعمل المترجم المترجم ما قال الله عني أخذوا ماذا أعطا أن أخذوا لا شيء قال لأني أصدقائي فقط لديه بعض الأمع لا شيء كان أعجب علي أن يذهب إلى أحياء مônة لأسنوات ودعا يقول أنه كانت تحب وكنت مبينة في عجب where كل شيء حتى كانت تدرك الله سبحانه تعالى هذا ملال مؤشر حتى يقول يالله لأننا سأأخذ Trump يستطيع أنني أعطان لأنه دائم لمعينة لمبينة نعمة وآتنى بيساً ، مستطعوني. بالتأكيد ذلك كانت نعمة ، بالنسبة لأحصول إلى جهدًا ، قمت بخير في الصباح ومستطعين في الصباح ، بالتأكيد ذلك لم أكن في ذلك ، صحيح أنه قد تكون نعمة ، وعندما أصدقو ، نعمة ، عندما تحديه ، لن تفعل ذلك ، عندما تحديه ، لم تحديث ، لكن ، تتذكر ، أنه تتعظ في صدق وحده ، وعندما جميعاً ، يفهم فإنما يفهم البيعان الخاص فيك هذا هو فإنك تفهم شخصا عندما يстраفت أمبا وعلى بعضها فقط فقط لا ترد محقا سيضافل لا تخاف لا تتعلم لا تريد أن نعلم الحمد لله أمل ذلك الحمد لله أنا أستطيع أن يتحدث أسناء مآلية أسناء محبوك أسناء مقلوية و أسناء مواجهة بعد مواجهة لذا لم يتوقفا في الله لخذ تنعب منكم لأن سؤلاء شكرا لكم وخصو La Jannah ، عام ر задачا، سيكون بلتجهان في المجتمع سال، اغلبة الجنس اغلبى المجتمع الى المجتمع الى المجتمع الى المجتمع . مجتمع الى متجردين حتى انها أتصل حتى الى المجتمع الى المجتمع والفتح عبابها قال كان الذين جمعوا الى المجتمع الى المجتمع و قال arithmetic خزاناتها and the keep of the nose of Jannah the angels سلام عليكم peace upon you today if you are truly successful because Allah سبحانه وتعالى فمن زحفها عن الناري وقد دخل الجنة فقد فاظ whoever was going to be saved from going to Jahannah was going to be admitted in Jannah truly that person is successful therefore the angels on that day they said سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين enter Jannah and back immediately will you be here what is the first thing of the people of Jannah what do they say فقالوا الحمد لله اللذي صدقنا وعدا الحمد لله it is the first thing you will say when you enter Jannah الحمد لله I thank Allah سبحانه وتعالى اللذي صدقنا وعدا who has fully kept his promise the promise that إِنَّا لَّذِينَا وَعْلُوا صَلِحَاتِ كَالَتْ لَهُمْ جَنَّةُ and enjoy as much as possible go anywhere that we work فَنِعْمَ حَجْرٌ عَدْلِي he said these are the best things to work for therefore dear brothers he says one of the most important topic being grateful for Allah سبحانه وتعالى nothing that Allah سبحانه وتعالى loves than being grateful of Allah سبحانه وتعالى always whatever you do thank Allah سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله teach your time to be grateful of the ni'ma of Allah سبحانه وتعالى look at the ni'ma Allah سبحانه وتعالى said وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِرَةً Allah has shown you so much ni'ma that which you know and that which you do not know so there's so many ni'mas of Allah سبحانه وتعالى the only way that Allah سبحانه وتعالى will increase and take care of the ni'mas is if we thank Allah سبحانه وتعالى Allah will bless us even more and if we misuse it Allah سبحانه وتعالى can take it away and Allah سبحانه وتعالى can punish us also He said لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ النَّعْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَثَابِنَ شَدِينَ if you deny my ni'ma if you use my ni'ma I can take it away from you and my punishment is severe therefore ask Allah سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين والله ربنا تضغل مننا إلى هذا السبع العليم واتبع علينا أولانا لأنك الدرحين ربنا ضغلنا أنفسنا إلا تغفرنا لا أترحمنا لا أكوننا من خاصرين اللهم اجعلنا للذين يستحونا بقولة ما يتدعون عسله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا رعنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشرقية والمحرومة بقول ذي محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر